في هذا المثال سوف نتعرف على كيفية إضافة العناصر WordArt إلى صفحة العمل حيث تضيف هذه العناصر المزيد من القاذبية إلى المستندات وللتعرف عليها نفتح القائمة Insert ومنها القائمة الفرعية Picture ثم نختار الأمر WordArt أو نضغط على المفتاح Insert WordArt من شريط الأدوات Drawing فيظهر المربع الحواري WordArt Gallery الذي يحتوي على النماذج والأشكال سابقة الإعداد التي يوفرها البرنامج فنختار الشكل الذي نريده ونضغط OK فيظهر المربع الحواري Edit WordArt Text حيث يتم إدخال وتنسيق الكتابات فنقوم بإدخال الكتابات التي نريدها ونضغط OK فيتم إدراج الكتابات داخل صفحة العمل ويمكننا اختيار هذه الكتابات وتغيير موضعها أو عمل سكيل لها كما تعلمنا في الخطوات السابقة وعند إدراج العنصر WordArt إلى المستند سوف يظهر شريط الأدوات WordArt حيث يمكننا إدراج عنصر WordArt جديد بالضغط على Insert WordArt وإذا أردنا تعديل النص نضغط على Edit Text وبالضغط على المفتاح WordArt Gallery سوف يظهر المربع الحواري WordArt Gallery مرة أخرى لاختيار شكل مختلف وبالضغط على Format WordArt سوف يظهر المربع الحواري الخاص بتنسيق الكتابات التي قمنا بإدخالها وبالضغط على المفتاح WordArt Shape تظهر قائمة تحتوي على تأثيرات مختلفة يمكن تطبيقها على العنصر WordArt الموجود في المستند وبالضغط على المفتاح WordArt Same Letter Heights سوف يقوم البرنامج بجعل جميع الحروف العنصر لها نفس الارتفاع وبالضغط على المفتاح WordArt Vertical Text سوف يتم عمل دوران للكتابات لتصبح في الاتجاه الرأسي بدلا من الاتجاه الوفقي ومن القائمة WordArt Character Spacing يمكننا التحكم في المسافة بين حروف العنصر